أعوام عديدة مرت والعراق يغوص في دوامة الفساد المالي وانتشهر ظاهرة الرشاوة ضمن أعلى المستويات في الدولة وبينما تتسابق الدول للفوز بمواقع متقدمة ضمن التصنيفات الدولية في مجال محاربة الفساد يترنح العراق في المراتب المتأخرة يبدو ذلك جليا في سياق آخر تقرير ورد عن منظمة الشفافية العالمية يصنف فيها العراق سابعا عربيا في مجال الفساد المالي والمرتب 157 عالميا تصنيف لم يتغير على مدى أعوام متقدما بذلك على دول مثل سوريا واليمن وأريتيريا والصومال تصريحات الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية ومنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي تؤكد أن الفساد بات ينخر مفاصل المجتمع العراقي ويقف حائلا أمام تحقيق أي نهوض اقتصادي أو نمو لأن المواطن البسيط بقي يحلم بتوفير الخدمات حتى وإن كانت بسيطة وظلت مطالبات الأمان العام للأمم المتحدة الخاصة بالشؤون الإنسانية بضرورة إسراع القيادات السياسية العراقية لإدراك الأمور والمساعدة في وضع حلول اقتصادية جادة كالنفخ في قربة مثقوبة وبقي العراق مصرحا لأكبر الفضائح المالية ولعل سرقة القرن التي شارك فيها سياسيون كبار ونواب في البردمان خرجوا منها بسلام دليل واضح على استمرار نهج الفساد والإضرار بالمصلحة العامة وغالبا ما تسجل الحكومة العراقية تحفظاتها على التقارير الدولية وتعتبر معاييرها بعيدة عن الواقع العراقي أما لسان حال المواطن البسيط فيعبر بشكل مسموع داخليا وخارجيا عن مرارة معيشته اليومية وظروفه المريرة وهو شاهد إثبات واضح وجلي ينسجم مع روحه ونصوص التقارير الدولية مواجها الاتهامات لرؤوس الفساد الصغيرة والكبيرة المتامة باختلاس الأموال لتحقيق مكاسب شخصية